لا دعي أبدا أنك تحرج إنسان لا دعي أبدا أنك تكسر قلب بني آدم لا دعي أبدا أنك تصفر وجهه أو أنك تريق ماء وجهه أمام الناس أو الكلام ده لا سيما إذا كنت صاحب يد يعني كنت أنت الأكبر كنت أنت الأغنى كنت أنت الأقوى فلابد أن نراعي مشاعر بعض وهذا مأمور به ومن هذا تعبير زينب رضي الله تعالى عنها حينما قالت أنت رجل خفيف ذات اليد خفيف ذات اليد يعني هي تساوي كلمة فقير مسكين لكن يعني هي يعني تلتفت في العبارة قدر الاستطاع قالت أنت رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة فأته وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا بالصدقة فأته فاسأله اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله يسأل عن ماذا قالت فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا سرفتها إلى غيركم بتقول له اذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوج للمرأة أن تنفق من حليها أو من زكاتها على زوجها وعلى من تعول ده معنى السؤال اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأته فاسأله هل يجزئ ذلك عني وإلا سرفتها في غيركم يعني هل يجزئ أن أنا أنفق من مالي أو من زكاة مالي أو من الصدقات على زوجي وعلى من أعول وفي الحقيقة أيضا هذا يعني انفعال أو تفاعل مباشر مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعت أمرا أو سمعت نهيا أو توجيها من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك دائما أن تنفعل مع هذا الأمر مع هذا الأمر أو أن تطبق قدر المستطاع أو أن تسأل عنه حتى تستفيد وأن لا ترد كلام الله وكلام رسول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ماذا قال عبد الله حينما قالت له امرأته هذا الكلام فقال عبد الله بلئته أنت بلئته أنت بلئته أنت ليه عبد الله رضي الله تعالى عنه امتنى امتنى عبد الله رضي الله عنه لشيئين لم يعني رفض أنه يذهب إلى الرسول عليه وسلم فيسأله هذا السؤال لأمرين الأمر الأول خشية أن يظن أو يظن فيه الطمع يعني كأنه لا يريد أن يسأل عن شيء هو سينتفع به هو سينتفع به فأتحرج من هذا الأمر تحرج من هذا الأمر أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز لننا أخذ من مال زوجته أم لا حتى لا يتهم ولا يرمى بالطمع وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رب عبد الله بن مسعود ويعلم عبد الله بن مسعود حال عبد الله رضي الله تعالى عنه إلا أن هذا الأمر كما ذكره أهل العلم هو الأمر الأول الذي منع عبد الله من أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب هيبة كان مهابا عليه الصلاة والسلام فالهيبة هذه التي منعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يذهب إلى الرسول عليه السلام إما أنه خشي أن يظن أنه يطمع في مال زوجته أو أنه هاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخفى على كثير من المسلمين أن النبي عليه السلام كان إذا رآه الرجل أو إذا رآه الإنسان من بعيد هابه إذا رآه لأول وهلة هابه والصحابة كانوا في هذا الباب في منتهى منتهى الاحترام والتوقير والمهابة من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك عمر بن العاصر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وأخذ تكلم مع ابنه وأخذ يعدد أشياء كانت حادثة أثناء حياته منذ أن كان كافرا وثم أسلم ثم ولي إمارة مصر ثم كذا ثم كذا فبدأ يتكلم إلى أن قال والله ولئن سئلت أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت ولئن سئلت أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت لأنني لم أكن أملأ عيني منه مهابة له لم أكن أملأ عيني مهابة له رضي الله تعالى عنه ونحن نحن لوح palette